انتشر مقطع فيديو مؤخرا لهذه المرأة اثناء اداء احدى الصلوات في احد المساجد حيث دخلت الى المسجد وبدأت تقالد المسلمين اثناء الصلاة وكانت تنظر اليهم في حركاتهم وتحاول ان تصلي مثلهم تماما التقطت كاميرات المسجد هذا المشهد ولكن لم يعرف احد الحقيقة انها امرأة غير مسلمة قرأت كثيرا عن الاسلام وكانت مبهورة بتعليمه وبسماحته وفي احد الايام وهي تسير امام احد المساجد سمعت صوت الاذام توقفت وقررت ان تدخل المسجد كي ترى ما بالداخل عن قرب وبمجرد دخولها المسجد استشعرت السكينة والطمأنينة ووجدت نفسها تسجد وتصلي كما يفعل المصلين وبعد الصلاة ذهبت الى امام المسجد واخذت تسأله اكثر عن الاسلام ووجدت كل الاجابات على اسئلتها وبعد عدة ايام عادت الى المسجد واعلنت اسلامها محمد محمد عبده عبده ورسوله ورسوله إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء